تفقد محافظ ألمينيا أسامة القاضي عددا من المشروعات الجارية تنفذها بمركز ملاوي ضمن المشروع القومي لتطوير ريف المصري حياة كريمة وخلال الجولة أوضح المحافظ أنه يجرى العمل على قدم وصعق لتنفيذ المشروعات في 19 قطعا بقرى مركز ملاوي حيث يستهدف المشروع تطوير 292 قرية ب757 تابعا مشيرا إلى أنه تجرى متابعة مؤشرات تنفيذ كافة مشروعات مبادرة حياة كريمة بالمحافظة بشكل يومي للوقوف على نسب التنفيذ ومعدل الإنجاز والقضاء على أي معوقات توجه المبادرة الرئاسية لتسيير المشروعات وفقا للجدوى الزمنية المحددة اشتركوا في القناة